خلاف يتصاعد حول إدارة قطاع النفط في البلاد بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة يتدخل ويدعوهما إلى اجتماع في الخامس من سبتمبر القادم دعوة دبيبة جاءت بعد سلسلة من النزاعات بين رئيس مؤسسة النفط ووزير النفط والغاز الذي أصدر عدة قرارات قضت بحالة صنع الله إلى التحقيق الإداري ووقفه عن العمل وتكليف عضو مجلس الإدارة جضل العكلي بمهام رئيس مجلس الإدارة الوزير أرجع قراره إلى أن صنع الله يدير المؤسسة من الخارج وأيضا إلى سفره دون أخذ إذن من الوزير المختص فيما يبدو أنه خلاف حول الصلاحيات لكن الذي طرى على السطح هو اتهام صنع الله في اجتماع بمجلس إدارة المؤسسة في طرابولوس بعض الأطراف بمحاولة زرع الفتنة داخل إدارات المؤسسة ووصفه الحملة بالرخيصة وأن من يقف وراءها معروف في حملة يعني حملة رخيصة يعني ما معروف من وراها وشي سببها وكذا يعني هذا مجلس متماسك وحاولوا أن الكثير أنهم يفتوا في عذر من زمان سنة 2015 المسألة لم تتعد مجرد رد صنع الله على محاولات إقالته بل كان العكل جنبا إلى جنب مع رئيس المؤسسة فيما بدى اصطفافا إلى جانب صنع الله حيث صرح العكل خلال الاجتماع بضرورة عدم السماح لمن وصفهم بالمتربصين بتخريب البيت الداخلي والتسلسل الإداري للمؤسسة على حد تعبيره نحن هذا بيتنا الداخلي فمن بش نعطي فرصة للناس الأخرى أن تخشبيننا أو تدير حاجة بيننا لازم يكون فيه تسلسل إداري صحيح من غير هنكرة وحتى تقبع عندنا أشكالية وحتى تخلق لنا نقاط ضعف حتى تعطي الفرصة للمتربصين أنهم ممكن ينالوا منه الخلاف الذي بات واضحا للعيان بين مؤسسة النفط ممثلة في رئيسها وبين وزير النفط يخشى مراقبون تأثيره على القطاع الذي يشهد حالة من التعافي والاستقرار النسبي في العام الأخير ترجمة نانسي قنقر